اشتركوا في القناة وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد in lighting your life زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد للاشتراك ارسل خمسة إلى الرقم ثمانين ستمائة لمشتركي الجوال وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايل وكان عليه الصلاة والسلام يحث بناته على إكرام أزواجهن ويعلم ابنته كيف تكرم زوجها وكيف تكسب محبته وقلبه فعن أبي ريرة قال دخلت على رقي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مشت فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا فرجلت رأسه فقال كيف تجدين أبا عبد الله يعني عثمان عثمان تزوج رقية رضي الله عنهما فقال كيف تجدين أبا عبد الله يعني عثمان قلتك خير الرجال قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا فإذا قال أبو هرير رضي الله عنه ينقل عن كلام رقي عن أبيها وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينصيها بزوجها عثمان أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان عثمان حييا لا يكاد يظهر شيء من جسده والملائكة تستحي منه وكان النبي عليه الصلاة والسلام مواساة لبناته عند المصيبة فتقع للبنت المتزوجة مثلا مصيبة أبوها يواسيها أبوها يشملها بوصيته بالصبر ويدعو لها بالخلف والعوض فعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه ما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسل فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها الأول كان طلبا والحال أن ابن لها مات مدام مات النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لها بالعزاء كلمات إن لله ما أخذ الذي أخذ هو يملكه عز وجل ومدام يملكه فهو يأخذ متى شاء وليس للعباد أن يعترضوا وليس ملكاً للعباد هو ملك لله إن لله وإن إليه راجعون ومدام هذا ملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء فإذاً لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى قدره تعالى فلتصبر ولتحتسب ماذا بقي بعد الوقوع القضاء إلا الصبر والاحتساب وهذا الذي يأتي بالأجر لأن المقدور إذا وقع يعني أنت لا تستطيع أن تغير فيه شيئاً فماذا بقي لك إلا الصبر والاحتساب يبقى ما يجلب الأجر لأن السخط والجزع والصياح والنياحة لا تغني شيئاً تأتي بالإذن لكن بقي الآن بعد وقوع المصيبة التسليم والرضاء واحتساب الأجر عند الله والصبر على المصيبة فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها لما وصلت المسألة إلى القسم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبر المقسم وأوصى أصحاب بإبرار المقسم تعظيماً لله ورعاية لاسمه عز وجل الذي يقسم به الناس فلما أقسمت عليه ليأتينها قام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال كان مشغولاً معهم ولذاك ما أتى في المرة الأولى ليس رغبة عنها لكن كان مشغولاً لكن لما أقسمت عليه قام وقام معه من هؤلاء الكبار من الصحابة فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقع قع كأنها شن ففاضت عينا اتضح الآن أن الصبي لم تفارق روحه جسده تماماً لكن يحتضر ولذلك قال ونفسه تتقع قع كأنها شن تضطرب في جسده وهذه حالها عند خروجها من الجسد فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا المنظر وقد جعل الله في قلبه من الرحمة ما جعل لم يملك دمعة فأرسل عينيه فاضت عينه بالدموع فقال سعد يا رسول الله ما هذا لعل سعداً ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من مقامه هذا فاستغرب قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيباً له هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت الروح والحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية كيف الماء إذا صب في القربة البالية كيف يكون صوته وهي تتشربه وتحتويه ففاضت عيناه وبكى عليه الصلاة والسلام بالدموع بدمع العين ولعل سعد رضي الله عنه كان يظن أن جميع أنواع البكاء محرم وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي فذكره فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة والذي لا يتأثر أبدا هذا جلمود صخر ليس من شأن البشر هذا حتى البشر الكمل مثل هذا المنظر يؤثر فيهم وهذا صبي صغير والنفس مجبولة على الرحمة بالصغار فكيف إذا رأى الصبي ينازع ويحتضر وروحه تخرج لكن ما هو المحرم النوح والبكاء والندب وقطع الشعر وضرب الوجه لطم الخدود وشق الثياب والدعاء بالويل والثبور يا ويني يا ثبوراه وويلاه ونحو ذلك من الألفاظ التي يقولونها وخرابة وخرابي وخرابة فهذا كله ليس من الإسلام والنائحة مهددة يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب درع من جرب منتن والقطران الحار هذا المتناهي لأن النياح اعتراض على القضاء وليست مجرد بكاء وإلا نجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر